أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بتطور الذي وصلت له مصر في تطوير إدارة الأزمات والطوارئ جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس السيسي للمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأكد الرئيس السيسي أنه ولأول مرة سيكون هناك أتقم إدارة للأزمة على مستوى كل محافظة سيتم من خلال هذه الغرف عمل ربط واتصال مؤمن ما بين مركز إدارة الأزمات للدولة تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما تشمله من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وأجرى حوارا بالفيديو كونفرنس مع السادة المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة حيث إطمأن السيد الرئيس على جاهزية وفعالية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل أولا أنا سعيد إن أنا أطمئن على إن الغرفة جاهزة إنها تدير أي أزمة وطبعا أكيد قائد الغرفة على مدار 24 ساعة بيبقى قادر إن هو يدير الأزمة دية طبعا أواب يتم إختاركم عشان تبقى لحجم الأزمة لكن اللي أنا يؤمن في الموضوع إن إحنا كده عندنا غرف في جميع المحافظات هذه الغرف مربوطة على يعني بشكل متكامل مع الغرفة المركزية بتاعة إدارة أزمات الدولة اللي موجود في القدر السلطشي دا بالتالي يبقى إحنا النهاردة والأول مرة عندنا أطكل إدارة أزمة على مستوى كل محافظة أنت بتقول عليه حدث وهو حدث أو أزمة يعني وبالتالي إحنا يبقى قادرين من خلال الغرفة التي تتعاملت دية بالربط والاتصال المؤمن بينها وبين المركز إدارة الأزمات بتاعة الدولة عشان يتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدر الدولة يعني بقاش إحنا كل شاشات الكمبيوتر اللي قدامي دي عليها بيانات خاصة بالمحافظة بتاع المرافق الصحة الصرف الصحة موجود بتاع الكهرباء موجود بتاع الغاز موجود زي كنت أنا مصبوطة فان والصحة والصحة كل من هو له دور دور في الدولة في المحافظة كل المحافظات في الدولة فهو موجود معاك وقاعد وعنده بيانات وقدر أن هو يوفر البيانات دية وقدر أن هو يحرك الأدوات اللي محتاجها في عزم الله أنا بقا هكلم بكم جميعا في حاجة تاني أنا بتطمن على أن الغرف اللي إحنا نسقنا على شغلها من أكتر من ثلاث سنين الحمد لله رأيت خرجت وبيت موجودة تقريبا في كل المحافظات كل المحافظات فأنا موجاري اللي إن شاء الله يعني نعممها بإذن الله اللي إحنا بنعمله اللي أنا بكلمكم منه ده دلوقتي نموذج دي غرفة إدارة أزمة متحركة تماما يعني ممكن المحافظ كمان تبقى العرباء دي بترفقه أثناء تفقده لأزمة على الأرض ويستطيع من خلالها أن هو يتكلم ويتصل مع غرفته يعني سعيد بالتطور اللي إحنا عملنا ده وسعيد بإن إحنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على إن إحنا ننظم إدارة بهذا المستوى بهذا التطور وأنا كنت أحكلمكم في حاجة تانية جميعا يعني أنا عايز أكلمكم في الأدوات المتاحة لديكم فيما يخص الإغاثة فيما يخص أعمال المحافظة اللي بتكون بها الأعمال اليومية وأنا بعلن ده عليكم إن أنا إن شاء الله حلال شهر أو شهرين بديكم شهرين أهو فرصة وبعد كده حطلب منكم تجميع عناصركم الهندسية عشان أتفقدها بمعنى بمعنى أنت عندك في المحافظة معدات مثلا ممائة معدة 500 معدة أنواع بين عربية وبين عربية كسح وبين بلودر وبلدوزر وحاجات أخرى الحاجات ديت أنا بديكم شهرين عشان ما نظلمكمش بعد شهرين أنا هتطلع لجنة تتفقد ده بدقة وكل محافظة يبقى مسؤولة أن هو يرفع كفايتها بشكل بشكل وانتبهوا إحنا بنقول الكلام دوت أنت عندك أدوات في المحافظة وعندك شركات في المحافظة في كل محافظة حسب ظروفها هي قادرة أنها تعمل التأمين الفني ده بالإضافة للعناصر الفنية اللي موجودة في كل محافظة التاني إذا كنتوا عايزين تديروا عملكم على الميدان بكفاة عالية لازم هذه العناصر تبقى كفايتها مرتفعة عندي 100 معدة يبقى 100 معدة صالحية مش بس كده أنت عندك في قطاعك محطات مياه وعندك في قطاعك محطات ري أنا حطالب حضراتكم بأن أنتم في بعد الشهرين دون أتطمن تماماً على أن المحطات دي ترمباتها اللي موجودة في المحطات فنية جاهزة وبعالة جفاقة ممكنة بمعنى أنا عندي في الطاعة أو في نطاق محافظتي عشرين محطة معالجة بتشتغل بخمسين ترمبة رفع وصرف وكلام من هذا القبيل حضرتك مسؤول قدام مني من دلوقتي والبعد شهرين ده الحد الأقصى لحضراتكم جميعاً وبالتالي إحنا نازم نمارس الدور ده أنا أكلم كل السادة المحافظين اللي يسمحون مرة تانية أنا سعيد جداً بالتجربة وسعيد إن أنا أشوف مباشر حي من عربية في مكان يعني زي ما إحنا عايزين نشوف يعني أقدر نهارد بالعربية دي أشوف المحافظة وحضرتك تشوف عناصرك وكمان تتابع الموقف على الأرض وأنا العربية دي معايا هنا تخليني أشوف كل المحافظين يعني حاجة حمدوا لا تطور بواس قوي معالش جبتكم الجمعة بس طبعاً يعني كان هدفنا إن إحنا في يوم تبقى الأمور فيه هادية نشوف فعد ونتكلم ونتطمن عليهم مرة تانية أنا بشكركم وصباح الخير عليكم جميعاً شكراً جزيلاً معادنا بعد شهرين معادنا بعد شهرين كل عناصرك الفنية وكل ما هو داخل نطاق محافظتك أنت مسؤول قدام مني وقدام الدولة عندك شكراً جزيلاً سلام عليكم شكراً جزيلاً